موسيقى ايوه السيدات والسادة مساء الخير واهلا ومرحبا بكم في اضواء على اهم احداث الاسبوع والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن في حلقتنا لهذا اليوم اربع اضاءات الاضاءة الاولى هي انتهاء عقد التشكيل الحكومة العراقية مع الحفاظ على الخلاف الكبير بين الكتل العراقية الاضاءة الثانية هي مذكرات بوش بين التصديق والتكذيب الاضاءة الثالثة هي انتخابات الاردن وقراءة في نتائجها على المشهد السياسي الاردني الاضاءة الرابعة هي الوضع اللبناني المتأزم فياهلا بكم موسيقى اعتبر زعيم قائمة العراقية ياد علاوي ان اتفاق تقاسم السلطة لم يعد قائما وبات في حكم الميت والمنتهي وتوقع المزيد من اعمال العنف في البلاد وتزامن ذلك مع استئناف مجلس النواب العراقي جلساته ظهر اليوم بحضور جميع الكتل السياسية ومن بينها العراقية وقال علاوي في مقابلة مع شبكة سين ان الاخبارية الامريكية ان بعض اعضاء العراقية ربما يشاركون في الحكومة لكنه هو شخصيا ومعظم اعضاء القائمة لن يشاركوا فيها واشار علاوي الى انه يفكر في تشكيل معارضة برلمانية بدلا من المشاركة في الحكومة واعتبر ان هناك ما اسمه ديكتاتورية جديدة تحدث في العراق لالاضاءة على هذه الاحداث بمزيد من النقاش والتحليل الرحب هنا في الستوديو بالاستاذ احمد اصفهاني الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ كاظم الموسوي فياهل ومرحب بكم الكاتب والمحلل السياسي ايضا ساد اصفهاني كلام الليلي يمحوه النهار البارحة شاهدنا تصريحا لاياد علاوي عبر سين ان يقول شيئا واليوم هذا ما حدث اليوم في جلسة البرلمان العراقي مختلف تماما عما قاله ما الذي يجري قبل ان نأتي الى الاستوديو بقليل يعني خلال هذا النهار كان هناك جلسة برلمانية كانت هناك تصريحات تحدثت مع اخي قازم هناك اعتزارات وما شبه ذلك نقطة اريد ان اضح نقطة قبل الدخول في التفاصيل التصريحات الصحفية عادة للاستهلاك المحلي او للاستهلاك الخارجي عندما يتحدث علاوي الى الشي ان ان فانما هو يريد ان يوصر رسالة الامريكيين وعندما يتحدث الى محطة اخرى يريد ان يوصر رسالة الى الجهات التي تدعم هذه المحطة الذي حدث ان هناك اتفاقا فرض على الاطراف العراقيين واجبر من يعترض على القبول بطريقة او باخرى تحت تمغبت الخسارة الخسارة السياسية الذي حدث ان الكتلة العراقية التي كانت تصر على حقها في تشكيل الحكومة بوصفها اكبر كتلة والتي اصرت عدة مرات على انها لم تدخل في الحكومة الا وفق شروطها هذه الكتلة العراقية تعرضت الى ضغوط شديدة ادت بطريقة او باخرى الى مسألتين في رأيي تقديم تنازل للدخول في تشكيل الحكومية وتضعضع العراقية الداخلية لذلك تصريح علاوي امس الذي تفضلت واشرت اليه هذا التصريح كان مهما لناحية عندما قال انه لن يشارك في هذه الحكومة لكنه اعترف ان بعض اطراف العراقية قد يشاركون لان الكتلة العراقية غير المتجانسة تلقت ضربة داخلية هناك قوة داخل هذه الكتلة تريد ان تشارك والذي يجري الان هو اعادة ترتيب البيت العراقي بهذه الطريقة هذه الكتلة المضعضة التي ربما هي تكون كما قال بعض المراقبين يعني بانها الخاسر الاكبر ربما من كل تقاسم عملية تقاسم السلطة ساذ كاظم تشكيل الحكومة العراقية هذه طبعا الان ستبدأ المشاورات المالكية سيبدأ المشاورات في تشكيل الحكومة هل سيحل عقدة اربعة عشر ملف عالق بين الكتل السياسية طبعا ابدأ الحديث عن تشكيل الحكومة لا بد من القول ان ما جرى هو نجاح الى سياسة اوباما في العراق وبضغط منه مباشر وكان تليفونه مفتوحا على جميع الرؤساء السياسيين في العراق وان هذا الذي جرى في العراق ما زال يشير ويثبت ان العراق ما زال محتلا وان السيادة والاستقلال الذي يتحدثون عنه هو حديث خرافة الصحافة الامريكية والكتاب الامريكيون اشاروا اليوم في اكثر من مقال في الصحافة الامريكية لان ما جرى امس واليوم هو صفقة تمت في مكتب السيد المالكي بحضور علاوي والبرزاني والسفير الامريكي جيمس جيفري اي ان الامور كلها متفق عليها ومنته هذا جاء حتى بعد الاتصال باراك وباما مع اياد علاوي بان مجلس السياسات الاستراتيجية العلية سيتمتع بصلاحيات واسعة وايضا جاء بعد حديث الاياد علاوي لسينين هذا قبل هذا تم الصفقات قبل ان يجري هذا الذي ما تفضلت فيه هو تم بعد ان حدثت امس في اجتماع امس خروج علاوي ومجموعة من قائمته من حضور البرلمان ومن التصويت على رئاسة الجمهورية وهذه النقطة الان اليوم عوضت واعتذرت اوساط كثيرة من العراقية حتى اعتذرت اعتذرت رسميا داخل البرلمان بان القضية كانت فيها لبس وان الانسحاب لم يكن مقصودا ولم يكن المقصود بها السيد الطلباني كما نعرف ان القائمة التحالف الكردستاني لعبت دورا كبيرا بما جرى من صفقات حتى ان الكاتب ديفيد اغناتنوس ذكر ان دور رجلهم السيد مسعود البرازاني الكبير في توقيع هذه الصفقة بينهم يعني ما سيقوم به المالكي بالتأكيد استفاد من تجربته السابقة وسيشكل حكومة بشكل اخر من خلال خبرته بهذه السنوات الماضية الاربع التي حكم فيها وكذلك من خلال معرفته بالنماذج التي ستقدم له كوزراء يعتقد انه سيختصر المدة المقررة دستوريا وهي مدة شهر بعد 15 يوم للرئيس الجمهوري يعطيه تكليفا رسميا ويعتقد ايضا او هكذا يندغي التصور الا ان الحكومة القادمة ستكون حكومة قوية وحكومة شراكة وطنية كما ادعوا اليوم وقالوا كلهم في بما فيهم الناتق الرسمي باسم العراقية اليوم في الجلسة البرلمان دملوجي هذه حيدر مولا طيب لان هناك ناطقين لهم حيدر ودملوجي نواطق نواطق التشكيل هي سماها وسموها هي حكومة شراكة ليست حكومة وطنية ذكر نقطة جدا مهمة لستاذ كاظم قضية التأثير الكبير للاكراد للكرد في حل هذه الاشكال من اين لهم هذا التأثير الفاعل ما هي نقاط القوة نقاط القوة هي نقطة الضعف الاساسية بين المكونات العربية هذه النقطة الاساسية الاكراد كمجموعة لا يملكون القوة العددية لكي يفرضوا موقفا سياسيا على الاطراف طالما ان هذه الاطراف متوحدة عندما تنقسم تلك الاطراف وتدخل في صراعات داخلية سواء مكونات شعية او سنية وغيرها الاكراد يلعبون دورا اساسيا وهم ايضا مدعومون من الادارة الامريكية الامريكيون عمليا على الساحة العراقية لا يثقون بالمطلق الا بالاكراد حاليا ويعتمدون عليهم كثيرا في مجمل القضايا الاقليمية الملف الايراني الملف التركي الملف الاسرائيلي وغير ذلك هناك اعتماد اساسي على الاكراد هذه القوة لها علاقة ايضا بالصراعات بين كتلة المالكي وكتلة علاوي الذي حدث الان في رأيي ان المرحلة المقبلة ستشهد فعلا حكومة عراقية قوية والسبب في ذلك ليس لان هذه الاطراف تريد حكومة قوية بقدر ما انها قلقة من استمرار الوضع الامني المتدهور وتأثير هذا الوضع الامني المتدهور على مجمل الاوضاع الاقليمية لان بعض الافون سيد احمد اصفهاني يعني البعض قال بان الاتفاق تقاسم السلطة هو الان اتفاق وقتي لحل المشاكل العالقة لكن مستقبلا بعد تشكيل الحكومة هذه الارضية الهشة تحديدا ربما ستنهار باية لحظة هذا صحيح لكن الملف الاكثر الحاحن في العراق الان هو الملف الامني طبعا هناك الملف المعيشي الاقتصادي سميه ما شئت لكن الملف الامني لانه مرتبط بمجموعة من الملفات الاقليمية يعني السورية لها علاقة السعودية لها علاقة ايران لها علاقة تركيا لها علاقة هذه القوى الولايات المتحدة الامريكية تتحدث عن انسحاب إذا جرى هذا الانسحاب إذن هذه القوى تريد جوا أمنيا داخليا قادرا على أن يحتمل الوضع السياسي إلى مرحلة لاحقة لا أحد يعتقد أن هذه التركيبة الهشة يمكن أن تستمر هذا التوازن الهش بين علاوي مالكي الأكراد لا يمكن أن يستمر لكنه ضروري في هذه المرحلة بالذات للانتقال إلى حالة أخرى أجواء من اللاثقة لاحظناها تسود بين أطياف الكتل العراقية سواء كان الأكراد ولا العراقية ولا السنة ولا غيرها في قانون المسائلة والعدالة الذي يحكم ربما أربع من قيادات العراقية لتحت بند المسائلة والعدالة قالوا بأنه سيصبح موطن تنفيذ هذه النقطة ربما هي الأكثر فعالية البعض يتهم الشيعة أو الذين يعني من يتهمون بالطائفية إلى حد ما لأنهم يستخدمون هذا القانون لتصفيد حسابات مع السنة تحت بند اشتثاث البعث هل هذا دقيق؟ ليس دقيقا وللأسف لابد أيضا أن أقدم شيء قبل الجواب على سؤالك وهو أرجو من كل الأخوة الذين يعملون في وسائل الإعلام أن ينتبهوا إلى توصيف العراق للأسف نحن نروج ما أراده المشروع الصهيون الأمريكي لتقسيم العراق والتسميات التي وردت فيه هي تسميات موجودة وقائمة ولكن ليست بهذا الشكل الذي يقسم العراق به به كشيعة وسنة نعم فالرجاء أقول هذا إما عن وعي القصد منه هو التكريس هذا التقسيم أو عن جهل وكلمات لا يد أن أقولها أخرى لكن عفوا أن هذا ليس قضية جهة بس عن المهاجة النقطة يعني القضية الطائفية والاقتسام الطائفي والتصويتات الطائفية أنت تعلم أن أغلب 2005 بالانتخابات و2010 كلها اشتغلت على نفس الطائفية هذا هو المشروع الصهيون الأمريكي للتقسيم ولذلك علينا نحن حينما نمارس دورنا في الوعي والتوعية والتحريض أن لا نمارس هذا الدور في تكريس هذه المصطلحات أقول جوابنا الآن على سؤالك أولا المشمولين بهذا القرار هم ثلاثة وليست أربعة وأيضا هم اثنان من المجموعة التي ذكرتها أنت وواحد هو من الجنوب وليس من المنطقة الغربية صالح المطلق وظافر أما راسم العوادي الثالث فهو من الجنوب بغداد وليس من الغرب وكالة الرويتر ذكرت أربعة لك لم تسميهم الثلاثة أنا أعرفهم لكن الرابع لا أعرفهم هم ثلاثة فقط وهؤلاء ليسوا مشمولين بقرار اجتثاث البعث وإنما بقرار مدح حزب البعث أو تمجيد حزب البعث وهو قرار إجرائي وليس قرار حكمي واتفقوا عليه أيضا ضمن الصفقة أن هذا القرار ملغى رسميا والاتفاق عليه أن يقرأ في البرلمان وقرأ أمس من قبل رئيس مجلس البرلمان الجديد السيد أسامة النجيفي واليوم أيضا جرت تأكيد عليه في الاجتماع البرلمان وسينتهي كما نعرف أن مثل هذه الإجراءات قانونية وينبغي أن يؤخذ بها قانونا وتشرع ضمن الدستور والبرلمان واتفاق حكومي فهذا الإجراء منتهي يعني أنا أقصد الآن صالح المطلق وضاف الرعاني في طريقه إلى أن هيئة المسائلة والعدالة ستشطب أسمائهم شطبت الأسماء وألغي رسميا من خلال الاتفاق من خلال الصفقة أنجزت هذه القضية لأن هذا كانت عقدة الانسحاب لأنهم مسحبوا وقتها قبل الانتخم جلال طلبين والآن السيد صالح المطلق موجود في بغداد المفروض حسب هيئة المسائلة والعدالة حسب القرار الذي صدر بحقه ينبغي أن يذهب للسجن بينما الآن هو يجلس في البرلمان ويشكل حنصرا رئيسيا ضمن كتلة العراقية في النقاش حول تشكيل الحكومة وقد يتسلم منصبا سياديا في الحكومة القادمة وهذا يعني أن القرار انتهى نقطة أخيرة مجلس السياسات الاستراتيجية هو بالأساس يعني هو مقترح أمريكي سيد أحمد أصفهاني الآن براك أوباما قال لأياد علاوي بأن سأسعى لأن يكون لهذا المجلس السياسات الاستراتيجية إلى أن يكون له صفات ملزمة وقرارات ليست مفسرة وإنما إلزامية هل الاتفاق الجديد وتصريحات أياد علاوي ما حدث اليوم من اعتذار لبعض من أعضاء العراقية على الانسحاب سيشكل سيرا جيدا في هذا الإطار يعني مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون واقع ولن يكون هناك أي مناطحة بالقرارات بينها وبين الرئاسة الحكومة المناطحة واردة والمناطحة ستستمر لأن ما قام على زغل كما يقولون يبقى على زغل أي أنه لم يكن هناك علاج جزري لما يجري حاليا نحن الآن في مرحلة انتقالية قد يكون مجلس السياسات الخارجية الاستراتيجية فاعلا ومؤثرا لكن في النهاية القرارات يجب أن تعود إلى الحكومة والحكومة هي التي تبت في التوصيات وفي القرارات التي تأتي هذه إشكالية القرارات في الحكومة العراقية في رأيي مستمرة ولن نتذكر أن الحكومة الماضية أربع سنوات كانت هناك أشياء كثيرة تتخذ هنا يعترض عليها مجلس رئاسة يتخذ مجلس سياسة توصية تعترض عليها إذن هناك إشكالية وهذا لن يبت أي شيء على الإطلاق سوى أنها مرحلة انتقالية إلى حيث في رأيي يعود ترتيب الوضع العراقي بطريقة مختلفة طيب اسمحوا لي أن ننتقل لموضوعنا الثاني وهي مذكرات لديك تعليق حول هذه النقطة كيف نختمها؟ أضيف أن هذا المقترح هو مقترح جديد غير دستوري ينبغي أن يوضع بقانون وضع لجبر الخواتر نعم ويوضع بقانون والقانون ينبغي أن يضعه جهة معينة سواء كانت البرلمان أو الحكومة الحكومة ينبغي أن تناقشه وتصادق عليه وترسله إلى البرلمان والبرلمان ينبغي أن يناقشه ويقرأه ويصادقه ويقرأ عليه وأيضا سيجري عليها مناقشات كثيرة هو كان سمي سابقا أيضا وجد مثل هذا الشيء يسمى بالمجلس السياسي والآن لحد الآن حينما تراحض المصطلحات حتى أعضاء البرلمان وحتى نفسه الشخص الذي كلف به أو جبر الخواتر مثل ما سميت لحد الآن لا يعرف تسميته يسمى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية أو المجلس العراقي للسياسات العلية لحد الآن لم يوجد له اسما واضحا وهذا سيثير إشكاليات فعلا ولكن هو جزء من الألغام السياسية التي تضع دائما في بناء الاستقرار والأمن في العراق طيب اسمحوا لي ضيوفي أن ننتقل لموضوعنا الثاني وهو مذكرات بوش مشاهدية كرام حيث لاقت هذه المذكرات بوش طبعا تكذيبا بالجملة الأسبوع الماضي بعد أن شنت عليها أغلب الصحف البريطانية هنا حملة انتقادات واسعة من أن تعذيب عبر الإيهام بالغرق حمى بريطانيا من كثير من الهجمات الإرهابية باستثناء الديل تليغراف كذب أيضا المستشار الألماني السابق جرهارد شرويدر دعاء الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عليه في مذكرات بتأييد غزو العراق قبل وقوعه عام 2003 للتذكير بأبرز ما فجرته هذه المذكرات بلمحة سريعة ما دعاه بوش بأن الرئيس حسني مبارك أكد له انتلاك صدام حسين للأسلحة الكيموية وبعض الصحف المصرية كذبت هذا الشيء تخطيطه لضرب المنشآت النووية الإيرانية ثالثا عطى موافقته إن لم يكن أوامره لجهاز الاستخبارات المركزية بتعديب المساجين في العراق وغيره وكشف بوش أن تدميره موقع ديرزور السوري كان من بين لحظات القرار التي كاد أن يتخذها تلبية لطلب إسرائيلي لو لا أنه أحجم خشية تدائياتها عندنا أيضا نكشفه عن لقاء غاضب بينه وبين الملك السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2002 عندما كان وليا للعهد حيث قال له والكلام لبوش سألني ولي العهد الأمير عبدالله قائلا متى سيغادر هذا الخنزير رام الله وكان من الواضح أن ولي العهد المقصود في هذا الخنزير هو على حد تعبير بوش وشارون لم يكن راضيا عن شارون في ذلك الوقت الموافق في 25 أبريل نسام 2002 سيد أحمد صفهاني كيف وجدت تدائيات مذكرات بوش وهذا التكذيب بالجملة عليه ليس فقط في بريطانيا يعني إذا لم تستحي ففعل ما تشاء هذا هو المسهل المشهور جورج بوش لم يستحي منذ 2000 إلى 2008 في فعل أشياء كثيرة وكان هناك آلة جهنمية أعلامية تبرر وتغطي وسمحت له فعلا بالهرب أو بالنجاة من جرائم حرب ارتكبها ضد أكثر من منطقة لكن في رأيي النقاط التي أقف عندها كثيرا هي ما تفضلت وذكرت شرودر شرودر كذب نهائيا لكن هذا ذكرني بمسألة ذات معنى فلنتذكر أن صدام حسين عندما استقبل السفيرة الأمريكية جالسبي عندما استقبلها وسألها عن الكويت ما هو موقف الحكومة الأمريكية إذا هذا التسعين تسعين قالت بكل بساطة أن نحن لا نتدخل بالشؤون العربية الداخلية وفهمها صدام أنها عمليا شرودر كان هذا عندما كان يتحدث مع بوش قال له بوش أو قال شرودر إذا كان العراق فعلا قاعدة للإرهابيين ويشكل خطرا إرهابيا لا بأس لم يقل نعم ثم أخطر تكذيب دعكة من العالم العربي العالم العربي لن يكذب لأنه لن يصدق نقطة كل الذين العرب الذين ذكرهم جورج بوش لن يقدموا أي شيء نقطة مهمة المخابرات البريطانية المخابرات البريطانية كذبت نقطة مهمة جدا عندما قال أن التعذيب أنقذ بريطانيا من عمليات الهربية صحيح قالوا بكل بساطة أنه لم يكن في تاريخ ذلك الصراع أي خطر يهدد بريطانيا في هذا المساعد صحيح إلا بستثناء على فكرة ديلي تليغراف ديلي تليغراف أيدت لأن تجاهتها يمينية ديلي تليغراف يعني حتى هناك جرائد يمينية أكثر يمينية ديلي تليغراف خالف تعرف دائما نقاط القرار أو دسجن بوينتس العنوان المذكرات للرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش كانت ربما من أكثر مذكرات صراحة لكنه ما تفسيرك بأنه لم قال أنا لا أعتذر عن أي قرار اتخذته برغم يعني كل المصائب التي يعني أصابت العراق أفغانستان الصومال والسوداء وغير البلدان كلها هو أيضا وضع تفسير لهذا في مقابلة صحفية له حينما سئل لماذا لا يعتذر قال أنه إذا اعتذر يعني أنه قرار خاطئ وهي مع وينفري أنه أن القرار خاطئ وهو خاطئ حقيقة شيء الذي أضيفه لما تفضلتم به هو أن منظمة العفو الدولية طالبت بمحاكمة بوش على اعترافه الرسمي بارتكابه عمليات التعذيب وهذا يضاف إلى ما نشر من وثائق كثيرة في وقتها وقد كتبنا عنه في الصحافة عن الجرائم الكبيرة التي اقترافتها القوات الأمريكية في قصفها وفي احتلالها وفي تدميرها للمدن والبلدان العربية والإسلامية خاصة والشيء الآخر الذي نبغي أيضا أن نشير له وهو أن النشطاء الأمريكان الذين وقفوا ضد الحرب طالبوا المكتبات بوضع هذه المذكرات في قسم الجريمة في المكتبات وليس في قسم المذكرات كما طالبوا هنا النشطاء المعادين للحرب في بريطانيا بوضع مذكرات طوني بلير أيضا في هذا القسم هذه الأشارتان تكفيان لأن تضع هذه المذكرات وما كتبه بوش وبلير وما سيكتبه الآخرون في موقعهم الحقيقي أن هؤلاء مجرموا حرب خاضوا حروبا ظالمة ارتكبوا فيها ما ارتكبوا من مجازر وفضائع ضد الشعوب وعلى قوى السلم وعلى القوى التغيير وعلى قوى الوعية أن تنتبه لهذه المذكرات وتضعها في موقعها الصحيحة على فكرة هذه المذكرات كما ذكرت الواشنطن بوست أستاذ أحمد أصفاني بأنها لم تأتي هي بجديد أغلب الناس هي التعريفة لكنه ذكرت ووصفت أن الكتاب وخمسمائة صفحة كان سهل القراءة وجهد لكنه غير مثير الجورج بوش قال يا أخي لقد أصب بالغتيان عندما لم نأثر على أسلحة دمار شامل في عهد الرئيس الراحل صدام حسين طبعا عندما سألته أوبرا وينفري عند لماذا أنت حتى لو لم تجد أسلحة دمار شامل هل كنت ستغزو بعراق فسكت ولم يجب لماذا لا يتكلم بصراحة بأن حتى سواء كان أسلحة دمار شامل موجودة ولا غير موجودة على فكرة هذه التصريحات كما ذكر ربما تكون كذب أو صدق لكن قال بأن الرئيس مبارك حسين مبارك هو من أخطره وأكد له أن صدام حسين امتلك أسلحة دمار شامل أولا فيما يتعلق بالعالم العربي أنا لا أستبعد أي شيء يعني جزء أساسي من عمليات التعزيب التي قامت بها المخابرات الأمريكية كانت في دول عربية بأيدي جلدين عرب وعندما نطالب نحن في الغرب بمحاكمة رجال المخابرات البريطانية أو الأمريكية بأنهم عذبوا يجب أن نطالب بمحاكمة الأنظمة العربية التي فتحت سجونها وأفلتت زبانياتها لتعزيب الناس هذه مسألة يجب تركيز عليها لكن أريد أن أشير إلى أن كتاب بوش طغى على كتاب آخر مهم كتاب فرنسي هذا أسرار الملوك بالضبط هذا الكتاب الفرنسي يركز على مرحلة مهمة جدا من تعاون الفرنسي الأمريكي بوش كان رئيسا للإطاحة بالنظام السوري للإطاحة بالنظام السوري الإيراني حماس حزب الله كان هناك مخطط أبعد من غباء جورج بوش يعني جورج بوش هو الوجه الغبي لمؤسسة تعمل في أجر فرض كان يومها أسموه القرن الأمريكي كانت هناك خطة كبيرة جدا لفرض المفهوم الأمريكي على العالم لتطويع العالم في المناطق العراق كان جزءا من ذلك لبنان كان جزءا سوريا إذن كانت هناك خطة كل ما يقوله جورج بوش الآن هو مرويات بسيطة صغيرة كيف كان سكيرا ثم أصبح بسنة الأربعين قال تاب الرجل نحن نرى الوجه الوجه المباشر كما قالت صحيفة الوجه السهل للقراءة لكن المخطط هو أكبر من ذلك بكثير في رأيي وهو جزء غربي يستهدف المنطقة بكل تفرعاتها وبكل قوها يعني بعض وصف هذه المذكرات بأنها يعني كتابات فكرية نابعة من حماسة طائشة ورطت الولايات المتحدة في كثير من المصائب طبعا المبيعات هو الأكثر مبيعا حتى هذه اللحظة يعني وحتى على كتاب أسرى الملوك هذا الفرنسي في نقطة أنت أثرتها هذا رئيس دولة ثالث والأربعين الولايات المتحدة الأمريكية إذا ثبت أنه يعني على طريقة الإهام بالغراق أو التعذيب أو غزو العراق أو ما هناك هل قانونيا يعني أليس له حصانة بأن يحاكم؟ انتهت حصانته وصبح الآن مواطن عادي حتى لو كان رئيس أمريكي كان رئيس أمريكي والآن هو مواطن عادي وهناك في أمريكا موقع يطالب بمحاكمة بوش وهناك مجموعات كثيرة تطالب بمحاكمتي حتى حينما كان رئيسا حينما كان رئيسا فعليا وليس الآن كمواطن أمريكي وعلينا أن نعمل على ذلك المشكلة هي أن الضحايا ساكتون وهذا هي المشكلة الضحايا العرب والمسلمين في أفغانستان وفي المواقع الأخرى وباكستان المواقع الأخرى التي قصفت وضربت وأبناؤها ما زالوا معتقلين عند غوانتنامو وغير غوانتنامو عليهم أن يتحركوا دوليا وتفعيل هذه القوانين ما تفسيرك للصراحة الغير معتادة لكل رئيس يكتب مذكراته كتب دقائق شرب الخمور وقال له أن كلبك سمين جورج بوتين كتب صغير لا يهتم فيها ما تفسيرك للصراحة الموجودة عن جورج بوش غير عن سابقيه كلهم لا إذا تقرأ مذكرات كلينتون نفس الشيء هذه الأمور لديهم هي اليوميات الحياتية بالنسبة لهم شيء عادي يذكرها بالنسبة لنا نحن نهتم بالقضايا الجدية والقضايا المركزية والقضايا الكبرى ونترك هذه القضايا بالنسبة لهم قضايا عادية يذكرونها ويكتبونها في يومياتهم المهم بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين وكضحايا لهذه السياسات الظالمة والقاسية والدكتاتورية والإرهابية أن نأخذ بالجانب القانون الدولي القانون الدولي واتفاقية روما تسمح لنا وتساعدنا بأن نحاسب هؤلاء والآن لدينا وثائق رسمية إذا قبل كنا نقول أنه نحن ضحايا قصفون وضربون الآن على قضية من فم كاودينو الآن المذكراته هو كتب بيده وهو الآن كما تفضلت أنه أكثر كتاب مباع وقبض منه ما قبض إضافة للثروة الهائلة لديه وأضافة إلى الأموال التي حصلها من أهل الضحايا من دول الضحايا لا حتى من المقابلات هذه المقابلة تلفزيونية أو صوتية مسجل يأخذ عليها 150 ألف دولار ولو كانت لربما لدقائق معدودة خلينا ذهب لدقيقة فاصل ونعود إن شاء الله لمتابعة مشاهدي أكرم لمتابعة أضواء على أهم أحداث الأسبوع لدينا ملفين بعد فاصل قصير عن لبنان ومشاهده الأسبوع الماضي من كلمة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وأيضا قراءة لما حدث في الأردن بما وصفته الصحافة الرسمية الأردنية بالعرس الديمقراطي ونعود إن شاء الله إلى لبنان حيث شاهد الأسبوع الماضي مواقف لأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في خطابه الأسبوع الماضي ردودة فعل واسعة من خصومه ومن حلفائه على السواء مع أن عددا من خصومه وأوساط من تيار المستقبل رأوا في حديثي عن أن المسعى السعودي السوري المعروف في سينسين المتواصل هو جد جدا وأنه يعلق مالا كبيرة عليها وهي نقطة تلاقي وعنصر إيجابي يساعد على مساعي التهديئة في خضم التأزم السياسي الذي تعيشه البلاد بفعل الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومن جديد أرحب بأحمد أصفهاني الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ كاظم الموسوي أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد وأستاذ كاظم أستاذ أحمد في البداية كل الأطياف السياسية تنتظر التفاهمات السورية السعودية معروف بأن ابن العاهل السعودي كان من المقرر أن يأتي إلى سوريا الخميس لكن أجل ذهابه بسبب جولة لرئيس السوري في عدد من أوروبا الشرقية هذا التفاهم إلى ما بعد عيد الأطحى المبارك الآن ذهب ما مصيره؟ من متوقع؟ ما الذي يحدث؟ الأمير عبد العزيز سيأتي بعد العيد الأفرح إلى دمشق ومن أماني اللبنانيين أن لا يكون مرض الملك عبد الله مؤسرا في هذا استمرار التواصل الذي حدث أن السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير أقدم على مسألتين أساسيتين نوجد نظر المسألة الأولى أنه حتى السقف الأعلى لمواقف حزب الله من كل ما يجري على الساحة المحكمة، القرار الظني، القوة الداخلية وغير ذلك لكنه أيضا من الناحية الثانية ألقى جمرة الساحة اللبنانية بين أيدي السوريين والسعوديين هذه الجمرة التي تحرق أياد السياسيين اللبنانيين ألقاها باتجاه السعودية وسوريا وهذا يحمل بالإضافة إلى جبيته نوعا من التحذير التحذير لدمشق والتحذير لرياض أنهما إذا لم يقدما على فعلا تفاهم تسريع التفاهم فإن هذه الجمرة ستحرق الساحة اللبنانية وهو يقصد بذلك أن لا تكون هذه الساحة مفتوحة أمام القوة التي تريد أن تعرق السينسين وهو يشير بطريقة غير مباشرة أوساط حزب الله تشير إلى مصر في هذا المجال إلى الأردن في هذا المجال من الدول العربية ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من الجهة الأخرى إسرائيل على الهامش لأنها تقف وراء الولايات المتحدة الأمريكية أو أمامها كما شئت لكن عمليا هناك خوف من أن هذه المفاعل العربية الدولية تكاد تقضي أو تعرقل على التفاهم السينسين كان خطاب سيد حسن نصر الله نداء موجع في رأيي إلى هاتين القوتين افعل قبل أن نصل إلى ما لا تحمد عقباه طيب إلى ما لا تحمد عقباه كما يقول الأصفان سيد كاظمي يعني كاظم الموقف السوري يوصف دائما بأنه موقفه ثابت ومتصلب إلى حد ما لا يتغير يعني لكن القيادة السورية أبلغت عدد من المسؤولين اللبنانيين حتى مطلع الأسباب بأن السلم الأهلي والمقاومة اللبنانية هي خط أحمر لن تتجاوزه دمشق أبدا على الإطلاق تأثير القرار الظني والحديث كله على المحكمة الدولية ما تأثيره على هذه الرسالة السورية الرسالة السورية واضحة تعبير عن التوابط السورية المعروفة وهي مثل ما تفضلت السلم الأهلي والمقاومة القرار الظني أو قرار الاتهامي والمحكمة كشفها السيد رئيس الوزراء بنفسه بأنها تتجه باتجاهات تصعيد الضغط على حزب الله وعلى المقاومة وعلى الاستقرار والسلم الأهلي حينما يتهم عناصر من حزب الله هذا يعني أن حزب الله هو وراء هذه الجريمة والاتهام بهذه الطريقة معناه دفع لبنان إلى الكارثة لأن من يدفع الآن باتجاه المحكمة وباتجاه القرار هم على عناصر المعروفة المشبوهة باتصالها وارتباطها بالسياسة الأمريكية والجولات الدبلوماسية التي صارت خلال الأسبوع الماضي زيارة جيفري فيلتمان السفير السابق ومساعدة وزير خارجي الشؤون الشقل وأيضا تصريحاته في باريس وتصريحاته إلى جريدة النهار اللبنانية يوم 29 بالشهر الماضي وكذلك تصريحاته الكثيرة حول الوضع في لبنان وهو يبدو المكلف الآن بالقرار خطاب سيد حسن نصر الله السبوع الماضي ترك صدى إيجابي مريح أنا أريد أن أصل إلى هذا هذه الخطوات السريعة لا بد من رد لها فما قام به السيد نصر الله هو بتوضيح هذه القضايا أولا ثبت بعض القضايا التي ذكرها في يوم الشهيد بأن لبنان تعرض سابقا إلى محاولات كثيرة وفشلت هذه المحاولات سماها الأمين العام لحزب الله بفصول الفصل الأول القرار صحيح بعدين اتهام القرار الفصل الثاني سماه ذكر أسماء وأشخاص ثم الفصل الثالث الحرب في 2006 والفصل الرابع سماه أو ذكره بما اتخذت الحكومة بيوم 5 أيار 2008 والفصل الخامس هو الآن القرار الاتهامي أو الظني الاستهداف المقاومة اللبنانية الاستهداف المقاومة وذكرهم ومثل ما تفضل أخي العزيز أستاذ أحمد أصفاه أستاذ أحمد أن هذا الخطاب هو تحذير وإنذار وتوضيح أن المقاومة قوية ولن تأبه بما يجري أو بما تقومون به وإذا أردتم استقرارا وسلما في لبنان فعليكم أن توقفوا أولا القرار ثانيا تضعوا حدا للمحكمة وتسيزها والبحث عن الحقيقة بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة الاتهامات ثم المسألة الأساسية والرئيسية هو ما سمي بشهداء شهود الزور شهود الزور هذه القضية اعترف بها رئيس الوزراء الذي هو ابن الضحية وقال هؤلاء شهود زور وعلينا أن ننظر بقضياتهم فهذا الاعتراف ينبغي أن يفعل بمحاكمتهم ومحاسبتهم هذه المحاسبة وهذه متواكبة أنا بس بدي أفهم مسألة يعني ما سر دائما لا يكاد يمر يوم يومين إلا رأينا الولايات المتحدة الأمريكية أو الآن مصر الآن أبو الغيط البارحة قال عندما صرح سيد حسن نصر الله وقال سنقطع أيدي كل من يمتد إلى المقاومة أو إلى أي متهم من القرار الظني قال أبو الغيط في اليوم الثاني لا أحد يستطيع أن يقطع يد أحد ما سر هذا التلازم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الداعم ومصر أيضا لملف المحكمة الدولية لا أعتقد أن هناك تلازم هذا يعطي القاهرة قيمة أكبر بكثير وما هي عمليا هناك استتباع مصري للموقف الأمريكي هناك توظيف أمريكي للقاهرة في تخريب الساحة اللبنانية بكل بساطة على مستويات عدة سياسية وأمنية ومخابرتية كل مقيم في لبنان يعرف تماما الدور الذي تقوم به أجهزة أمن المصرية المخابرات المصرية في رأيي هذه ليست القضية والقضية أنه عندما يقول سيد حسن نصر الله سنقطع يده وقادر أن يفعل ذلك عيار 2008 كان واضح حتى المسألة هذا ليس النقطة في رأيي أهم ما يجري حاليا هو تفكيك هذه الحملة الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية منذ الألفين حتى هذه اللحظة للقضاء على المقاومة في لبنان والذي وأخطر برأيي ليس أخطر أريد أن نستعمل عبارة أهم ما يجري على الساحة اللبنانية أن تفكيك دور الضحية رفيق الحريري بدأ يحدث الآن يعني بعد مقتل الحريري طفت على السطح مشاعر الحزن والقلق وما شبه ذلك وأعطي هالة تكاد تكون هالة بالأولياء أو القدسين الآن بدأت هذه الهالة تسقط على مستوى الفساد هناك حرب شارسة من المعارضة ضد ملفات الفساد خلال حكم الحريري الأب وأيضا سيد حسن نصر الله بالفصول التي ذكرها بعض هذه الفصول كان مسؤولا عنها الحريري الأب هو يربط بين ما جرى في تلك الفترة والآن وصولا إلى القول أنكم الآن تواصلون العملية ذاتها التي لا علاقة لها بمقتل الحريري بل بمخطط أمريكي إسرائيلي في المنطقة من جهته وليد بيك وليد جنبلاط كرر دعمه وقال هذه المحكمة الدولية هي مسيسة بامتياز وهي تصريحات له كانت في الأمس هذه تصريحات داعمة لموقف حزب الله بالتزامن مع أن ميشيل عون سيأتي إلى فرنسا موجود في باريس موجود الآن في فرنسا اليوم وصل أعتقد أو بالأمس من أجل فك الارتباط بينه وبين حزب الله الآن هذا التواثق بين وليد جنبلاط وحزب الله على حساب ربما الخلاف بين ميشيل عون وحزب الله ما تأثيره على الساحة اللبنانية؟ لا أعتقد أن هناك خلاف بين حزب الله وميشيل عون لأنه عبدا لأنه الاتفاق الذي وقع عليه لأنه هناك قالوا مساعي فرنسية هناك مساعي كثيرة فرنسية وإسرائيلية وأمريكية والفرنسيون لم يستقبلوا ميشيل عون فترة طويلة رسميا وحينما زاره قبل فترة زيارة رسمية ولم يستقبله رئيس الدولة والآن لا أعرف إذا كان زيارة رسمية أو لا هو في باريس ولكن قد لا يستقبله زيارة رسمية بناء على الضغط من جناح في الإدارة الفرنسية يؤيد الحوار مع المعارضة هذا جيد ولكن لا أعتقد أن السيد ميشيل عون سيفك اتفاقه وتوقيعه على الاتفاق الاستراتيجي بينهم لضيق الوقت في نقطة أخيرة الصحيفة جويش كرونيكل اليوم البريطانية قالت بأن الجيش الإسرائيلي وضع عشرات الأهداف أو حتى آلاف الأهداف لحزب الله في حال نشوب حرب وهذا الأسبوع الماضي رأينا هناك بعض من المناورات العسكرية لحروب وهمية وهناك تصاعد عن حرب هل هذا ممكن أن تكون هناك أي حرب قادمة هذه الأهداف موجودة من زمان والصهاينا يضعون كل المنطقة أهداف لهم وعندهم بنوك للأهداف ودائما يهددون فيها ولكن هناك موازين قوى قالها السيد أيضا حسن مصر الله في خطابه القوة الآن لدى المقاومة اللبنانية أكثر مما كانت عليه في السابق فإذا كان في السابق لم يستطيعوا في 2006 خاصة أن يحققوا الأهداف التي أرادوا أن يقوموا بها رغم التدمير والخراب و1150 شهيدا لبنانيا رغم كل هذه الخسائر لم يستطيعوا تحقيق ما أرادوا أن يحققوا فكيف سيحققوا الآن والقوة عند المقاومة الآن تشعر أن قوتها أكثر مما كانت عليها في تلك الفترة تعتقد بأن مخرج ربما لإسرائيلي أمريكي أو غيره بحرب ما لأن دائما قاله إسرائيلي دائما لا تصدير عيش بدون عداء أبدا أبدا فقط للتسكير طالما تكلمنا عن جورج بوش في كتاب جورج بوش قال أنه عمليا هو الذي أطال حرب تموز 2006 وهو الذي فرض قرار 1701 لأنه أنقذ إسرائيل وأنقذ حكومة السنيورة هذا يريد أن حرب الـ 2006 لم تكن انتصارا باهزا لإسرائيل على قضية حكومة سنيورة لأن سيد حسن نصر الله قال بأن وجه اتهامات لحكومة السنيورة بأنها كانت تريد إطالة أمد الحرب معلوماتي تقول أن هناك محاضر اجتماعات معلومات أنا لست لا أستطيع أن أؤكد هناك محاضر اجتماعات حضراء السنيورة وهناك وثائق تدين السنيورة جاهزة للنشر عندما يحين الوقت تتعلق بدور حكومة السنيورة في حرب 2006 الآن نأتي على الملف الأردني لن نقرأ المقدمة لكن تبعتم كل شيء طبعا الصحافة الأردنية وصفت ما حدث في الأردن بعرس ديمقراطي الكثير من المنظمات الحقوقية وإيضا الولايات المتحدة الأمريكية وعدم من أشادوا بأن هذه الانتخابات ذات مصداقية الآن ما التحدي أمام الحكومة الأردنية الحالية تحديات كثيرة أمس كما شاهدنا في الفضائيات حدثت في أكثر من مدينة أحداث شغب شغب سميت كذا وأعمال عنف هذا الدليل على أن العرس لم يكن عرسا حقيقيا هو أحيانا بالعرس بس يطلق نار على فكرة يطلق نار وليست أحداث عنف بهذا الشكل تقطع الطرق وتحرق الإطارات وترسل سيارات مسلحة لحجز هذا جانب جانب الآخر أن أي عرس المفروض أن يكون عرسا فيه دعوة لكل الانتخابات بشكل عام هي وسيلة للحصول على شرعية شعبية ولخلق استقرار وتعبير عن مصالح وطنية ما جرى أولا مقاطعة لأكثر فصائل المعارضة الوطنية اللبنانية وخاصة جبهة العمل الإسلامي وكذلك قطعات واسعة من القوى السياسية التي كانت تسهم في الانتخابات السابقة ما حصل الآن هو وصلت إلى البرلمان مجموعات من العشائر والقبائل وبعض الأكاديميين والمدنيين والسياسيين من الأحزاب أو الجهات المحسوبة على الدولة هذا يعني أن الدولة انتخبت نفسها ولم تغير من الساحة مع العلم بأن يواكب ذلك في كثير من الرجال التقال كما قالوا اختفوا عن الساحة كان من المتوقع أن لا يخسروا وخسروا في هذه الانتخابات وجاء نسبة جيدة من الأثرياء فيما يتعلق بمجلس النوض بغض النظر عن الأسماء سواء كانوا شخصيات ثقيلة أو غير ثقيلة هم عناصر سيكونون في البرلمان وسيشاهمون في عملية التشريع والمراقبة والتعبير عن المصالح الوطنية الأردنية هذا يعني أن ما جرى أمس من أحداث بهذا الشكل يعني أن العرس لم يكن عرسا حقيقيا وأن على الحكومة الأردنية أن تنتبه إلى هذه وتصلح قانون الانتخابات لتساهم به كل الفعاليات الأردنية الشيء الجيد فيه هو أنه أعطوا ما سميه بالقوتل للنساء 10% وفازت فعلا 13 امرأة واحدة منها فازت بالانتخابات وهي السيدة عبلة أبو علبة التي هي الأميرة العامة لحزب الشعب الديمقراطي حشد والأميرة العامة أيضا لتجمع اليسار الديمقراطي كان أمام الحكومة الأردنية قالوا ثلاثة تحديات فيما تعلق بهذه الانتخابات التحدي الأول هو الحصول على اعتراف دولي بالنزاة هذه الانتخابات وقد حصلت عليه التحدي الثاني هو ضمان نسبة مشاركة جيدة وقد حصلت عليه بـ 53% ليس هناك فرق كبير بينها وبين الانتخابات التي وصفت بالتزوير 2007 هناك من شكك بهذا الرقم سنعتني عن أسعافنا الوقت التحدي الثالث هو أحداث العنف والتوترات التي صاحبت تكلم عنها الأستاذ الكاظم هل نجحت في هذا في ثلاث تحديات هذا؟ لا أعتقد الموافقة الدولية قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة أنا شخصيا أشكك دائما بالمؤسسات الدولية التي تراقب لأنها مسيسة ويمكن أن تعطيك سط براءة بشكل أو بآخر لكن لننسى هذه النقطة فيما يتعلق في النقطتين الأخرين نقطة العنف أهم في رأيي هي نتيجة طبيعية عندما أنت تريد أن تمنع القوى السياسية الحزبية المنظمة ذات الإيديولوجيا وذات البرنامج السياسي من المشاركة بطريقة أبقاء أصدقاء الأخوة المسلمين جبهة العمل الإسلامي وغيرها عندما تمنع هذه القوى وبالمقابل أنت تريد أن تحصل على لكنها عفوا نساد أحمد هي لم تمنع هي قررت المقاطعة لا نستطيع الآن هناك أسباب في قانون الانتخاب في لبنان على سبيل المثال قانون الانتخاب هو الذي أفرز الوضع الطائفي الذي نكاد نتذابح له قانون الانتخاب يلعب دورا أساسيا في النقطة فيما يتعلق عندما تعتمد الدولة على العشائر على الزعامات المحلية على الأثرياء هذا يعني أن الصراع يتحول إلى صراع شوارع إلى صراع قرى إلى صراع عائلات وبالتالي العنف كان طبيعيا وليس جديدا كانت الحكومة الأردنية تدرك ذلك لنتذكر أنه منذ أشهر قليلة جرى الصراع في الجامعات الأردنية بين طلاب عشائريين وسقط قتلى يومها إذن عمليا الاعتماد على العقلية العشائرية في انتخابات من هذا النوع ستؤسس حكما من وجهة نظري إلى أعمال عندي هل تتوقع تغييرا ما في سياسة للمجلس النواب الحياة البرلمانية مستقبلا هناك أي تغير سنشاهده ملحوظ سيما وأنها قال بأن أغلب القرارات الصارمة الاقتصادية التي أخذها تخذها سمير رفاع ستحظى بموافقة البرلمان المقبل هل تتوقع تغييرا ما في البرلمان؟ لا أتوقع أبدا أن البرلمان في رأيي سيستمر في السياسة لأن القرار ليس قرارا برلمانيا الحكومة في الأردن هي حكومة ملكية الملك هو الذي يأخذ القرارات النهائية إذا أراد فعلا تغيير الساحة الأردنية بطريقة أو بأخرى تتوقع أي اختلاف بين البرلمان الذي حل والذي تهمت على فكرة الانتخابات السابقة بأنها مزورة وحل تتوقع لهذا البرلمان أن يصمد وأن يبارك كل قرارات سمير رفاعي وأن لا يواجه لأن رأينا رسم كريكاتيري هذا الأسواق كان طريف جدا عندما أحد رسام حجاج اسمه رسم أنها معارضة بلا برلمان الناخب يجب أن يختار معارضة بلا برلمان أو برلمان بلا معارضة اختر واحد منه وكلهما هو الخاسر أكثر التقارير السياسية والإعلامية عن الانتخابات قالت أن الذين انتخبوا إلى البرلمان هم من جانب الحكومة صحيح مقربين من العهل الملك والحكومة هذا يعني أن القرارات ستكون مبصوم عليها مسبقا لأنها تضمن عدم وجود معارضة عدم وجود قوة سياسية لها وجهات نظر أخرى وبروز الروح العشائرية كما قدوا إضافة إلى بروز الروح العشائرية والقابلية التي هي أيضا قريبة من الحكومة والسلطة لأنه كما نعرف أن الدولة الأردنية هي دولة مملكة وفيها عشائر وقبائل في رأيي هذا عشل ثواني ماذا هذه هي سطح المشكلة الأردن يواجه تهديدا وجوديا من إسرائيل الحديث في إسرائيل الآن ينظمون ندوات عن أن الأردن هو فلسطين البديلة هي الوطن الفلسطيني البديل هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهه الأردن حاليا وليس زيادة المعامات غيرها هناك خفوط لنسبة المشاركة من الأردنيين من أصل فلسطيني لأسباب متعددة وبالتالي انخفاض عدد الممثلين من الأردنيين من أصل فلسطيني شكرا أن تزيل لكم فاتنا الوقت وسعدنا جدا بلقائكم سيد أحمد أصفهاني الكاتب والمحلل السياسي والشكر مصول للأستاذ كاظم الموسى والكاتب والمحلل السياسي كما أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن متابعتكم من دعا تحلق اليوم من أضواء على أهم حدث الأسبوع لكم تحية فريق عمل البرنامج طبطم وطبط أبقاتكم الله معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة